تعالوا نشوف في هذا السياق بطريقة مختلفة بطريقة مختلفة أكثر هدوءاً وأكثر يعني بلغة مختلفة بلغة مختلفة ما كانش غاضباً لأن هم مش غاضب هو الحقيقة لو سيد إبراهيم عبد الجواد اسمعوه حتجدوا نابرة تانية هي أن تصريحات كابتن سيد عبد الحفيز في الفترات الأخيرة ومبارح تحديداً بعد فوز النادي الأهلي على الانتاج الحربي أنا مش فهمها بصراحة يعني أنا مش عارف كابتن سيد عبد الحفيز بيشتكي من إيه يعني الوضع اللي فيه نادي الأهلي دلوقتي هو وضع معروف والنادي الأهلي موافق عليه وعرفه من فترة طويل اللي أنا بتكلم فيه أنه مبارح بعد كابتن سيد عبد الحفيز وتصريحات وبعد مطش الانتاج الحربي طبيعي جداً أنه ومفهوم ومعروف إن أنا ممكن كمدير كورة بضغط عشان أخد حق فرقتي يعني أنت كابتن سيد عبد الحفيز يتكلم عن جونة ليه إعلقة الجونة ما جونة لو ليه حق هو يطلب بيه كابتن سيد أنت حضرتك عندك حق للنادي الأهلي هتأخرك طيب لغة ما فيهاش غضب ما فيهاش ولكن فيها برضو نفس الخط أنت مظلوم في إيه أنت ليه بتتكلم عن مظلومية أنت ما معناها ما لو لو مش مظلوم يعني مظلوم هتعمل يعني تعمل أكتر من كده ما معناها يعني أستاذ إبراهيم عبد الجواد من الناس أصحاب النفس الهادئ والفكر الصافي والخلاف اللي بيحاول يكون موضوعي على فكرة أنا كلمته كلمته بعد ما سمعت الكلام ده طب أنا ليه كلمته أنا مش معتاد أكلم ناس كتير على فكرة أنا بكلم الناس اللي أقدر أتحاور معاه اللي أنا عارف أنه زم الكاوي ومن حقه يشوف الأمور من منظوره ها ولكن بيننا وبين بعض بنصوب لبعض بعض الكلام هو قال لي أنا قلت الكلام ده لأن الكابتن سيد طالع بيقول وأشار إلى نادي الزمالك وأشار إلى مطشاط الإسماعيلي وأشار إلى مطشاط الجونة وهو من حقه تكلم على فرقته بس مش من حقه يشير إلى أحد آخر هو رأيه كده رأيه كده لكني قلت له أيضا بس دور الكابتن سيد عبد الحفيز أن يناقش ما يحدث لأن كل قرار بنقل مباراة أو معاد مباراة أو ترتيب مباراة أو تأجيل مباراة زي من حق الزمالك أنه يراه أنه يؤثر عليه وأنه يذهب يظنونه إلى أنه محاولة عرقالة أو محاولة مساندة للمنافس كابتن سيد عبد الحفيز من حقه هو كمان يرى هذه الأمور وهلجأ إلى منقشتها طالما أنه مش بيتجاوز فقال لي لأ أصله هو مسؤول قلت له هو كل اللي بيتقال مش من الإعلام فقط إحنا الإعلام بنرد على بعض فيه لكن ده مسؤولين بيطلعوا يتنقشوا في هذه الأمور وأمور أحيانا بتقبل ما حصلتش وبيتم بنقشتها وتطرقنا إلى بعض الأمور وخرجنا إحنا اللي اتنين ونحن نتمنى ونحاول ندعم فكرة هي رياضة هدفها إيه كيف نقضي على الاحتقان مش هنقدر نقضي على الاحتقان بأجواء محمومة أبدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه إيه اللي حيغضب وإيه اللي حيقول وإيه اللي حيلاقح كلام مرة بالمكشوف ومرة بالمستطر ومرة بالاتهام وهو انت وانت بتناقش هو انت مش يعني لو كان الكابتن سيد تعرض لنادي الزمالك وقال هما بيقولوا كده كانوا يبقى غلطا ده إنه كده بيتعهم نادي الزمالك في حق نادي الزمالك أن يرى ما يراه وأيضا من حق النادي الأهلي أن يرى ما يراه هي المسألة كده طب انت بتناقش مين هو رسالته جزء منها للمسؤولين أصحاب القرار وجزء منها أيضا للجماهير خلي بالكو يا جماعة ياللي بتخصوا على فريقكو إن احنا مش في الظروف المثالية اللي بتيقالينا الظروف المثالية احنا أيضا بنلعب في حاجة مش منطقية الظروف خلقتها أيوة احنا بنتعامل على قدر ما نستطيع في الظروف الصعبة مش عايزين حد يزود علينا هذه الصعوبة ده موقف الكابتن سيد عبد الحفيز وهذا أراه حقه إذا لم يتجاوز فحق أحد إذا بيتجاوز أو في حد بشايف إنه بيغمز ويلمز عليه يبقوا طبعا من حقهم يقولون يعني بلاش كده خلاص مسألة ما يشري لأنه ما يحدث من غمزة غمزة على النادي الأهلي هي سياسة ده فيه ناس بتجيب برامج وتبنيها عشان تصديف ناس تتاجر بكراهية الأهلي وتندد بأداؤه وتسفه من بطولاته وإنجازاته وناس ناسها بتناقش هو مسلماني كفه ولا مش كفه هو أشابه مسلماني وكل الإعلاميين تقريبا مع ده عدد واحد أو اثنين هم وقالوا أسبابهم إن ده أسباب شخصية مع النادي الأهلي لا يروا إن المسلماني حقه حاجة وده حقه لكن أيضا أرجع واجه كلامي لجمهور الأهلي لاحيانا جزء منه في لحظة الغضب وإن الخطورة أن تبدي رأيك مكتوبا في لاعب أو في مباراة أو في مدرب أو في إدارة لحظة يكون الجن دخل فيك أو المباراة تاعت على عكس ما تشتهي أو إنك أنت وإنت بعايز تحقق نسبة المية في المية تشوف إنك أنت هتحقق 95% أو 90% فتتخضر لا استنى ما تغضبش لإني لا بأثر على فرقتك ترجمة نانسي قنقر